كيفكم تامن؟ اليوم رح نحكي عن وحدة جديدة ودرس جديد احنا خلصنا الوحدة التانية فهذا الدرس من الوحدة الاخيرة بكتاب العلوم اليوم رح نحكي عن الارض وطبقاتها الارض دائما نقسمها لثلاثة اقسام وهي او نحكي عنها نطق يعني لما بدأجي اسأل بحكي عدد نطق الارض الارض فيها ثلاث اقسام اللي هو القشرة والستار واللب انتو اخدتوها بتعرفوا معلومات عنها بس احنا اليوم رح نحكي بالتفصيل عنها اليوم بس رح اشرح عن القشرة ان شاء الله منكمل في الحصة القادمة عن الستار واللب هلأ طلعوا عنكم هم حطين اصلا صورة لنطق الارض تحتوي على قشرة تحتوي على ستار وتحتوي ايضا على ايش لب ثلاث نطق رئيسية للارض قشرة ستار لب هلأ دائما القشرة بتنقسم لقسمين نحكي عنها قشرة قرية وقشرة محيطية القشرة القرية هي اللي بتكون بالقارات يعني على الارض عما القشرة المحيطية هاي بتكون تحت المحيط بتكون تحت المحيط طبعا نحن ننقيس المسافة اللي بتكون تحت المسافة الارض يعني والقشرة القرية وللمحيط وللقشرة المحيطية تمام هلأ بس بدنا فيه اشياءات بدنا اشياءات معينة وارقام معينة تحفظوها تمام هلأ القشرة القرية اللي هي المسؤولة عنها هاي بتابعة القارات وهاي تابعة المحيطات لو انزل بالارض 35 كيلومتر احنا هيك منكون قسنا مسافة او مساحة القشرة القشرة فالقشرة دائما مساحتها من قرابة 35 يعني دك تمشي دك تحفر بالارض 35 كيلومتر عبن ما توصل ايش اللي هي كلها العمق اللي بنتهي فيها نطاق كامل اللي هو 35 القشرة المحيطية هنحكي عنها سبعة هنحكي عنها لما نشرح عن درس القارات تمام هلا القشرة القرية حكينا عند 35 كيلومتر كل يعني 35 كيلومتر بداية من الارض هنحكي عنها القشرة القرية لما تنزل تحت 35 يعني اكتر من 35 منبلش ندخل بالستار عبن ما نوصل لمن للوب طبعا الانسان ما عمره وصل لهذا الاشي هم عملوها كدراسة وشبهوها بالبيضة لانه اصلا الانسان يا دوب يعني لو بدي حفر الارض وصل 14 كيلومتر فقط اما 35 كيلومتر هاي ما وصلها بس لانه لو بدي وصلها بدي فوت على الستار بعدين على اللوب بس هم عملو كدراسة شبهو الارض او الكرة الارضية كاملة بالبيضة بالبيضة انه تحتوي على قشرة وصفار ونفس الشي لوب وغشاء الهم نفس الاشي الارض تحتوي على قشرة وستار ولوب تمام فممكن اسألك ما عدد نطق الارض الرئيسية بتحكيلي قشرة وستار ولوب تمام اتطلعوا هون على الجدول الموجود بالكتاب الجدول الموجود بالكتاب حاطت لك اذا احطين اسم النطاق الرئيسي والثاني وهلا رح نحكي عنه والعمق الذي يبدأ عنده والعمق اللي بنتهي من عنده هلا قلت لكم ما فيه ارقام معينة فقط بدكم تحفظوها فيه ارقام عادي يعني بناخدها بشكل عام تمام هلا القشرة دائما تقسم لقسمين قشرة قرية هاي لها خاص بالقارات اللي هي الارض والقشرة المحيطية هاي بتكون تحت المحيط يعني المحيط تحته بتبلش القشرة المحيطية العمق اللي بتبلش منه هي سطح الارض هلا منبلش من سطح الارض لداخل سطح الارض قرابة 35 كيلومتر هاي كلها بنحكي عنها قشرة القشرة سواء كانت قرية او محيطية سمك النطاق سبعة وخمسة ثلاثين سبعة القشرة المحيطية يعني تحت المحيط ازا مشينا سبعة كيلومتر تحت الارض تحت المحيط هاي بتكون كاملة القشرة المحيطية تكون اما الـ 35 قشرة لمين القرية تاني ايش الستار الستار بينقسمنا قسمين ستار علوي وستار سفلي الستار العلوي بيبلش من 35 هلا من سفر يعني من سطح الارض لـ 35 هاي قشرة هسا اذا دخلنا لبعد هيك منبلش ندخل بالستار العلوي 35 الى 660 يعني 637 عبن ما نوصل 660 هاي كلها مسافة او العمق طبعا مين الستار العلوي الستار السفلي بيبلش من 660 لبعد 660 لعبن ما نوصل لـ 2890 هدول مين بيبلش الستار السفلي طبعا هون السمك النطاق يعني من 660 لـ 2000 من 35 لـ 660 تمام هسا بعد الـ 2890 منبلش ندخل بايش باللب لب في عنا لب خارجي ولب داخلي طبعا اللب درجة حرارته كتير عالية يعني نار فاللب الخارجي واللب الداخلي حكا اللب الخارجي يبلش من عند عمق 2800 لـ 5155 اذا دخلنا لجوة من 5155 لـ 6371 منكون احنا وصلنا لللب الداخلي انا قلتلكم في بعض الارقام نحكي عنها خلال الدروس المطلوبة منكم في ارقام ما حتكون مطلوبة منكم بس اهم اشي لهلأ نعرف 3 نطاق للارض القشرة بالستار واللب القشرة بتنقسم لك قرية هي بتكون عند القرات والمحيطية تحت المحيط بعدين الستار العلوي بالسفلي واللب الخارجي واللب الداخلي طبعا من وين احنا جبنا هدول كلهم من الرسم الموجودة عندكم بالكتاب اول اشي رح نحكي عنها القشرة هلا الاشياءات الرئيسية المطلوبة منك القشرة القشرة ممكن هون اجيب ما خصائص القشرة بدنا نعرف اول اشي انها هي طبقة رقيقة هشة جدا مكونة لسطح الارض يعني سطح الارض هاي منعتبرها طبقة رقيقة جدا منسميها القشرة طبعا وهي الجزء الابرد من كوكبنا يعني منعتبرها باردة ليش لانه حكينا كل ما دخلنا يعني كل ما دخلنا على الستار كل ما دخلنا على اللوب شو بتصير بدرجة الحضارة بتكون كتير عالية فتعتبر القشرة الخارجية انه ايش درجة حررتها باردة تعتبر اذا خصائصها هي طبقة رقيقة هشة وهي الجزء الابرد هاي تنين من الكوكب تبعنا وهي متفاوتة في السمك كيف يعني متفاوتة في السمك مش حكينا هي قشرتين القشرة الاولى تبعت القارات اللي بتكون تحت القارات تحت الارض تبعت الدول يعني وهي نحو 35 كيلومتر اما تحت المحيطات يبلغ حوالي سبعة كيلومتر بدنا نميزهم تمام بدنا نميزهم 35 اذا تحت القارات مشينا 35 كيلومتر في الارض هاي كلها قشرة قارية اما سبعة تحت المحيط هاي بنحكي عنها القشرة المحيطية على القشرة القارية بدنا نعرف تتكون معظمها من سخور الجرانيت ذات الكثافة المنخفضة وتمثل الجزء الخارجي للارض والقشرة المحيطية تتكون من سخور البازيلت وتبلغ كثافتها 3 جرام هادول مطلوب منكم تحفظوهم اذا القشرة القارية كل يعني انت لما تنزلت في الارض بطبقة القشرة الارضية هتحتوي كلها على سخور ايش اقيرانيت وكثافتها 2.7 وهي بتمثل جزء الخارجي اما القشرة المحيطية تتكون من سخور البازيلت تتكون من سخور البازيلت وتبلغ كثافتها 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب هاي الاشياءات المطلوب منك تحفظيها بهذا الدرس عن القشرة ان شاء الله المرة الجاي رح نكمل نحكي عن الستار وعن اللوب موسيقى موسيقى موسيقى